اشتركوا في القناة اتقح ميدان بعدد من مشرفي مواقع العمل بالمنشآت واطلع على الإجراءات التي تتخذها شركاتهم ومؤسساتهم لضمان التقيد التام بحضر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة بغرض تأمين بيئة العمل السليمة والآمنة للعمال وتحسين كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات المهنية والإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف الأخرى خلال هذه الفترة من العام وقد أشاد سعادة وزير العمل بالتزام الشركات والمؤسسات بتطبيق قرار حضر العمل وقت الظهيرة مؤكدا أن القرار يعد من التشريعات المهمة التي تنطوي على أبعاد إنسانية من جهة ومكتسبات أخرى على صعيد زيادة وتيرة الإنتاجية من جهة أخرى وفي إطار الإشراف على تطبيق القرار قامت وزارة العمل بتنفيذ 6608 زيارات تفتيشية منذ بدء سريان القرار مطلع يوليو الجاري تم من خلالها مخالفة 16 منشأة فقط فيما بلغ عدد العمال المخالفين 27 عاملا حتى تاريخه حيث سيتم إحالة المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم قمنا بجولة في كثير من مواقع العمل وجدنا الالتزام تقريباً 100% وأن هناك ترحيب واستجابة من قبل جميع الشركات وإدراك متزايد بأن حماية العمال وتحسين أجواء العمل وإعارة النظر في أوقات العمل في مثل هذه الأوقات الحارة يسهم أيضاً في ليس فقط في حماية العمال ولكن أيضاً في تطوير الإنتاجية فكثير من الشركات تبدأ بالصباح الباكر وتنتهي قبل اجتداد أشعة الشمس فحققت بذلك إنتاجية كبيرة وتحسن في العمل فحماية العمال وسلامة العمال تهم مملكة البحرين وسوف نستمر بالتوجيهات الكريمة من القيادة الحكيمة في توفير المزيد من أوجه الحماية للعمال في جميع مواقع العمل